هذا وتوقعت اللجنة القانونية النيابية موعدا مفترضا لإقرار الموازنة المالية للعام الحالي أعضاء في اللجنة ذكروا أن البرلمان عازم على تمرير الموازنة وفقا للاتفاق السياسي بين أطراف اتلاف إدارة الدولة لافتنا إلى أن الخميس المقبل هو أبعد موعد لغرض التصويت وإقرار الموازنة وهناك قوانين مهمة ينتظر تشريعها من قبل الموازنة وأضافوا أن الموازنة لم تصل حتى الآن إلى رئاسة مجلس النواب بسبب وجود مناقشات أخيرة داخل اللجنة المالية